المفروض نعمل إيه لو حصل الموقف ده من الطفل خارج البيت الحلقة اللي فاتت كان كل كلامنا نده بيحصل في البيت بداية عايزين نرجع نأكد إن فرص حدوث هذا الموقف سواء في وجود أغراب في البيت أو حدوثه خارج البيت هو الاحتمال الأقل يعني مش كتير وإحنا قلنا الحلقة اللي فاتت كده أكتر نسبة حدوث لما يبقى الأب والأم يعني أهل البيت الأب والأم والإخوات طبعا لو إخوات أكبر أو أصغر النسبة اللي بعديها لما يكون فيه ناس قريبين من العيلة النسبة الأقل بقى إنه في وجود أغراب يعني ممكن تحصل بس النسبة قليلة قوي إن الموضوع ده يحصل بقى برى البيت بالنسبة قليلة يبقى ده أمر لازم نكون فاهمينه إن مقارنة بنسبة حدوث هذه المواقف في البيت هو أمر قليل سواء زي ما قلنا في وجود أسرة الطفل فقط أنا بأكد تاني هو أو وجود أفراد مقربين من العيلة الطفل متعود عليهم طيب طيب قلنا في الحلقة اللي فاتت إنه من آليات التعامل مع نوبة المزاج العصبي لما تحصل في البيت فاكرين قلنا إيه كنا كنت بكالي الأمهات قلنا إن إحنا بنسيب المكان اللي فيه الطفل تمام وقلنا إن فيه احتمالين بيحصلوا الاحتمال الأول إنه يفضل الطفل على حالته لكن بيكون بإيقاع أهدى وأقل من البداية ويفضل يهدى كده لغاية ما يتعب وينتهي الأمر الوحد وده غير مستحب إن إحنا نسيب الطفل يعني إن إحنا نسيب الطفل ليوصل للمرحلة دي بس أنا بقول لكم إنه هو هيسكت لوحده ما تقلقوش يعني والاحتمال التاني إنه هو إنك تسيبي المكان زي ما إحنا قلنا تسيبي المكان هو هيجي وراكي عشان يكمل ضغطه عليكي واللي بيكون في صورة نوبة المزاج العصبي بأي ملمح من الملامح اللي تكلمنا عنه طيب إذا حصل بقى الموقف ده برى البيت بيكون التصرف مختلف والحقيقة إن الموقف أساساً بيكون أصعب لازم نعترف يعني أولاً لإنك مش هينفع تسيبي وتروحي مكان تاني وسانياً لإنه نظرات الناس الموجودين في المكان أو في الموقف بتكون عامل ضغط إضافي عليكي وعلى الأب علشان كده ممكن الطاقة يعني طاقة التحمل بتاعتكو تجاه الطفل تكون أقل وبالتالي تفكري في ضربه مثلاً يعني سواء كأم أو أب إن حضرتك تضربه وبكل تأكيد بقول لحضراتكم كأم أو حضرتك كأب إن التفكير ده اللي هو الضرب يعني هو تفكير خاطئ تماماً أولاً لإنه هيخلي الطفل يكرر النوبات المزاجية العصبية دي مش هيقللها زي ما بعض منكم بيتصوروا فعلاً بتزيد لما الطفل بيتضرب بتزيد بتزيد حتى بعد كده وسانياً لإنه هيخلي حضراتكم ببساطة ككبار تظهروا بمظهر أسوأ من طفلكم طيب إيه بقى التصرف السليم لما الموضوع ده يحصل برا البيت التصرف السليم هو تغيير المكان بمعنى الخروج للشارع مثلاً إذا كنتم في مطعم أو في محل أو في السوبر ماركت خلاص ممكن على فكرة برضو لو أنتم موجودين في مطعم أو حاجة زي كده تروحوا بالطفل ده الحمام الموجود في المكان ده مجرد اقتراح يعني وده إذا كان الجو برد مثلاً أو في مطر يعني إذا كان فيه برد قوي برا أو كده المهم إن إحنا نغير المكان فنغير المكان إيه؟ إنه ممكن حضراتك مثلاً تشيليه أو تخديق وتتجولي كده في المكان إذا كان المكان واسع أو تروحي الحمام تفتحي كده التواليت وتدخلي بس يعني توقفي بس بي المهم إن إحنا نغير المكان طبعاً الأفضل إنه لما الجو يبقى كويس إن شاء الله يعني خلاص هيبقى كويس بعد كده يعني بإذن الله المفروض إنه إن إحنا بنغير المكان خالص يعني مثلاً لو إحنا موجودين زي ما أقول لكم جوه محل نخرج بره جوه سوبر ماركت نخرج بره جوه مطعم نخرج بره نخرج بره عند الباب كده الطفل بقى يشوف حاجات تانية يشوف عربيات ماشية وناس ومش عارف إيه وحاجات زي كده إذا تعذر هذا الأمر بنغير مكاننا جوه نفس المكان طيب فيه أماكن طبعاً يعني أنا الشيء بالشيء يسكر فيه أماكن وجود الطفل الصغير فيها بيكون غلط من البداية يعني عشان بس نبقى متفقين يعني غلط إن إحنا نروح بالطفل مثلاً قاعات السينما أو دور العبادة المساجد أو الكنائس فاهمين قصده غلط من البداية أنا بتكلم عن الطفل الصغير خلاص كده طبع على فكرة كل أطفال الصغارين في السن ده اللي بعد السنة الأولى أما بيدخلوا السينما مثلاً بيعيطوا على طبو بيصرخوا وبيعودوا يعيطوا طبعاً